الغراب يعتبر الغراب طائرا ذكيا وقادرا على التكيف بسرعة يشتهر بصوته المرتفع والحادي ويسمى بالنعيق يعرف أيضا بإطلاف المحاصيل الزراعية يوجد حوالي 40 نوعا من الغراب لديه ذيل بنفس لون باقي جسمه ومنقار لونه فاتح يتواجد الغراب في مختلف المناطق حول العالم بما في ذلك الغابات والمروج والأماكن الساحلية يعيش ضمن مجموعات مهاجرة أو مستقرة في مناطق معينة يتميز بلونه الأسود الذي يغطي جسمه بالكامل قد يصل طول الغراب إلى 70 سنتيمترا وجناحيه إلى متر واحد يمتلك الغراب مهارة في حل المشكلات يستخدم أدوات متنوعة للحصول على الطعام والتكيف مع البيئة قد يرى الغراب قطعة طعام على الطريق ويستخدم السيارات لكسرها يتفاعل الغراب مع أفراد المجموعة بشكل معقد يستخدم الإيماءات والأصوات للتواصل لا ينسى الوجوه ويمكنه التعرف على الأشخاص الذين يعاملونه بشكل جيد أو سيء عندما يموت أحد الغربان يتجمع باقي أفراد المجموعة للحداد على الميت يعيش صغار الغربان مع والديهم لفترة طويلة حيث يساعدون في العناية بالفقس الصغير وجلب الطعام فضلا لا أمر الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد